اشتركوا في القناة يمكنك اشتغل بها في حاسوبك ويمكنك ان تقوم باستخراج مونتاج احترافي للغاية ببرنامج سهل لاستعمال وبصير هو برنامج كانتازيا ستوديو هذا البرنامج اصدر كثير من النسخ والان اصبح يصدر نسخ على الاعوام مثلا سنة 2018 اصدر هذا البرنامج نسخة 2018 2019 يصدر 2019 و 2020 وهكذا اليوم حولي سأقدم لكم شرح حول هذا البرنامج ونقوم بتحميله بالنسخة الاخيرة والجديدة الان احبابي الكرام سننتقل الى موقع تكس مايت لكي نقوم بتحميل برنامج كانتازيا تابعوا معي كما تشاهدون معي هذا الكلام هذا هو موقع تكس مايت هنا سنقوم بالضغط على إي سايا قراتوي في هذا الخيار لكي نقوم بتجربة البرنامج كما تشاهدون هنا سننتقل سنختار النظام الخاص بنا هل هو نظام ماك ام هل هو نظام ويندوز سنختار انا لديه ويندوز اين نضغط على تلشارج مو ويندوز او ويندوز او ويندوز هنا سنضغط على وي كريي نوفو كونت وهنا عزي كلم سنكتب اي باسورد ونضغط على انسكريبسيون او نقوم بالضغط على تسجيل اهل هذا الزر الازرق حسب اللغة التي دارت لك انا دارت لدي الفرنسية لكي لا نطع في الفيديو ونقوم بتغييرها هنا سنقوم بالضغط على اوتخ في هذا المكان وانفوايي لاحظون معي هنا بدأ معي البرنامج انبتقت لي من فدة التحميل كما تشاهدون هذه الفدة نضغط على بدء التحميل وسيبدأ معنا البرنامج بالتحميل حجمه حوالي اقل من 500 ميجا حوالي 490 ميجا بيت سنقوم بتحميل البرنامج وسنعود لكي نقوم بتثبيتي معا فرجة ممتعة كما تشاهدون معي احباب الكرام انا قمنا بتحميل البرنامج ها هو برنامج كامتازيا سنقوم بالضغط عليه ضغطتين هنا سنضغط على رون في هذا الخيار ان لم تكن قد حملت برنامج نت فريمورك قم بتحميل برنامج نت فريمورك النسخة الاخيرة وسيحمل معك البرنامج بنجاح لكي لا تضر معك اي مشاكل عند تثبيت البرنامج هذا كما في الامر هذا فقط تحذير ان لم يكن لديك برنامج نت فريمورك فهو من اهم البرامج الاساسية في نظام الويندو سنضغط على انجليش سنختار اللغة الانجليزية تجد انجليزية الفرنسية ايضا الالمانية ويمكنك ان تختار هذه اللغة لأعرفها ليه الصينية ام ماذا ونسن نختار الانجليزية واوكي هنا نضغط على I accept the license term في هذا الخيار لكي نوافق عن شروط برنامج كامتازية يمكنك قراءتها من هنا هنا نضغط على options في هذا الخيار ان اردنا ان نقوم باختيار مكان حفظ البرنامج اضافة الى هل نريد ايقونة في تطح المكتب لتسجيل ام لا هنا نضغط على continue في هذا الخيار ونستال ومن ثم سيبدأ معنا البرنامج بالتتبيت بعد الضغط على هذه النفذة وسيبدأ معنا البرنامج بالتتبيت كما تشدون هنا preparing and solution سننتقل او سننتظر عفوان ريتا ما يحمل معنا نشاهد هذا الفيديو الذي يرينا طريقة العمل بالبرنامج edit the video لاحظوا هنا يعني يريك كيف تتعمل بالبرنامج هو برنامج سهل جدا سنشرح لكم بحول الله شرح تفصيلي ان اردتم في ذات مقبل ويمكنك ان تشغل به وتعمل مونتاج احترافي بطريقة سهلة ولو كنت لا تعرف المونتاج بصفة نهائية سنتظر عفوان ريتا ما يحمل معنا البرنامج وسنتابع الشرح كما تشاهدوا معي هنا finish كما تلاحظون يقد تم تحميل البرنامج هنا برنامج تضر معنا ايقونته في هذا الشكل على هذا الشكل لاحظوا الايقونة الجديدة سنقوم بالضغط الفينيش ومن ثم ننتقل الى الايقونة ونضغط عليها ضغطته لكي نقوم بفتحه مباشرة بعد تتبيتي كما تلاحظون هذه نافذة فتح البرنامج كما تشاهدون text might نضغط عليه ضغطة واحدة لكي تختفي وسيفتح معنا البرنامج مباشرة كما تشاهدون هنا اختلاف في ايقونة البرنامج مع النسخة السابقة لاحظوا النسخة التي اشتغل بها الان ونستجل لكم السطح المكتب يعني بطبع الحال بها الان في هذه اللحظة والنسخة الجديدة كما تشاهدون يعني ايقونة مخالفة كما تشاهدون معي تفتح معنا هذه الواجهة مباشرة بعد فتح البرنامج ستنبتق لك هذه النافذة يعني او هذا الفيديو المصمم خصيصا من شركة كامتازيا فيه الصوت فيه يعني الصور فيه يعني طريقة تحريك الصور ايضا يمكنك ان تقوم بتبطئ وتسريع الفيديو كما تشاهدون سيوريك كيفية تقطيع الفيديو وكيفية عمل اضافات على الفيديو مثل نصوص والصور كما تشاهدون معي هنا يمكنك ان تقوم بعمل تحويلات من صورة الى اخرى بهذا الشكل ضحيد هنا يعطيك طريقة تغيير الصورة وطريقة تغيير الكتابة كما تشاهدون واشكال الكتابة وايضا يمكنك الاستفادة من هذا الفيديو المخصص من برنامج كامتازيا فيمكنك الاشتغال به ويمكنك مشاهدته كامل لكن بحل في حلقة قادمة سأشرح لكم طريقة العمل بالبرنامج كامل كان هذا الشرح حول طريقة تحميل برنامج كامتازيا ستوديو شكرا لكم على حسين متابعة استودعكم الله في امان الله الى اللقاء احبابي في الله اشتركوا في القناة